رغم ان النادي الاهلي كسب بطولة افريقيا اسمح مول وقدم اداء مميز وكسب سونداونز في المباراة النهائية لا انا مكلمك يقعد بس يجبره مدرب عام مصري يعرف يشارك معاه في التشكيل وفي التغيير عنده مشاكل في التشكيل وفي التغيير هي بطولة افريقيا اقوى ولا الدوري لا افريقيا طبعا افريقيا مش الدوري لا مش الدورية يعني الناس اللي بتقولك اصل بطولة الدوري دي بطولة محلية عادية بيهرقيا بيهرقيا هو فيه في الدنيا بطولة قرية بطولة محلية التحدة نا انا ابقل معها المستوى الفني لا لا طبعا الЫ بطولة افريقيا قناة افريقيا يعني اقوى البطولة الاخيرة طالب برده من دابني الحاجات اللي في الاهل الان سمعتها واستغربتلها بدنا نتكلم من الحرارة عالية منلعب في النص ومش عارفه ولملعب وحيش والضغط الاهلي بطل الكسر زي من زمان قوي الاهلي بطل الكسر تتكلام عن الكلام ده من زمان كلام قديمي انا ما سمعتش الكلام ده ونعمل خطيب لما كان بيجيب كسف لك اخذ بالك لما كانوا بيروحوا كتوكوا بتاعوا الأدغال وكلا ما سمعتش الكلام بقى بتاعوا فلا في مشكلة بقولك مثلا طب بقولك على حاجة انت عندك ثلاث لعيبة لازم واحد فيهم ياخد انزار في كل ماتش لان ما اخدوش ماتش ما اخدوش انزار كل ماتش لان فيه مشكلة عمر السلية حمد فتحي ايمن اشرف ولازم يتسببوا في ضرب الجزاء مم مفيش حد بيقول لهم يعني كده عيب أو كده ما يصحيش مفيش كده في الدني خبالك حسب لهم ضربات الجزاء اللي تسببوا فيها وعدينهم الانزارات اللي خدوها طب مفيش حد بيقولي قعد قعد انا عاد لما اتفرج على ماتشاة الاهلي قعدت الكرة الورا دي مستفزة جدا لحد ما جاي جون بيرمي طب يا جماعة يعني يعني بينا جدا يعني مجدى افشا كانت الدنيا قدامه ده العالم معلول رامي ربيعة الراجل مدرب مثلا انا عايز ماشي رامي ربيعة في البتاعة اه في الرامي ربيعة ده بيلعب في ثلاث مراكز اه ودفندر ودفندر ومساك ومساك طبق يعني تمشي ليه ومستوى اكيد احسن من ياسر براهيم وباكتب هتمشي ليه وبعدين لما بتنزل الاثنين يعني انا عرف مثلا ان هو مش عايز يمزل بدر بنون ورامي ربيعة او بدر بنون ومحمود متولد مشال الاثنين تقال فعايز يجيب حد ما تساك يعني خفيف ومدوحر شوية لكن توصل لدركة ان الاثنين كده ياسر بيجي معايمن اشرف مع بعض ده كارسة يعني معرفش برضه محدش بيقول محدش بيحكي يعني وبعدين زي بقولك لما الناس كانت تتكلم كان يقولك الرجل بيكسر طب خلص الرجل خسر هو في مشاكل ولا فيش مشاكل لا في مشاكل لو الاهل غفل عن المشاكل دي بقى اللي عنده مشكلة بسيبك ما من السوشيال ميديا والكلام بيكسر عشان على السوشيال ميديا لا فيه ناس بتخاف وفيه احيانا بيبقى فيه يعني ييجي يقولك لا بلاش ما تتكلمش علشان رغم ان انت بتتكلم في الكورة وبتتكلم عشان حرصا كمان على النادي الاهل ان الاهل واحد من اهم الانداف مصر فبالتالي يعني لما يبقى فيه تواجهه بمشكل يعني انت مثلا لما جيب احمد ياسر ريان ترجعه اول للموسف ما انت مشيه وانت احمد ياسر ريان ده يطلع تاني هداف للدور ويريه يعترفين بقى انت عندك مشكلة يعني انت تفضل صلاح مصر على احمد ياسر ريان لما تجيبه واليا الرجل ما بيسيكش كورة او كان فترة من الفترة بيلعبه على شريق او ده برضو يعني بص المسلماني مثلا قعد فترة كبير متجاهل ديانج معاني ديانج ده من احسن لعيبة من احسن دلوقتي الاهل بيفوضع عشان يبقى على سهل يعني انت غالبا ممكن يطلع اغلى لعب في الاهل اه طبعا لكن بعد الشر نقوم لكن مع ذلك الراجل قعد فترة متجاهله لما تيجي تتفرج على والتر بواليا وشريف والتر بواليا وشريف الراجل الاول ما جاء والتر بواليا رح ما رح شريف معنه يعني ما شاء الله شريف كان في الطال رح خده وريحه لا في حاجات غلط يعني دي بقى محتاجة